بعد ثلاثين يوماً من إختار مجلس الأمن الدولي بعدم وفاء إيران بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي أعادت الولايات المتحدة تفعيل ما جمده الاتفاق من عقوبات مستخدمة آلية سناب باك الواردة في قرار أممي يشكل مرجعاً لاتفاق 2015 ثمت قيود هائلة على أنشطة إيران المتعلقة بالأسلحة التقليدية وهناك خيارات أمام واشنطن كالعقوبات متعددة الأطراف التي تمنع إيران من الحصول على أسلحة فتاكة أو بيعها هناك أيضاً العقوبات أحادية الجانب وثالثاً الفرص الدبلوماسية المتمثلة في المبادرات والأنظمة الدولية وللأسف فقد اختارت الولايات المتحدة أصعب سبيل لإجبار الدول على تطبيق حظر الأسلحة وهذا يعني معاقبة بنوك أوروبية أو أسيوية أو روسية أو صينية ولضمان فعالية العقوبات التي تتضمن حظراً على تخصيب اليورانيوم وتصدير الأسلحة إلى إيران أتبعت واشنطن العقوبات بإجراءات يقول مسؤول أمريكي إن من بينها معاقبة 24 شخصاً وكياناً على الأقل لهم صلة ببرامج طهران العسكرية واستئنافها التعاون مع كوريا الشمالية لتطوير صواريخ بعيدة المدى وفي ظل المخاوف الأمريكية من عدم التزام الحلفاء والشركاء يعود السؤال الأبرز هل ستنجح العقوبات في تحقيق أهدافها وتقضي على ما تبقى من الاتفاق النووي؟ الهدف من هذه العقوبات هو أن يكون الحظ الأدنى من الضغوط مساوياً لما كان عليها بين عامي 2006 و2010 عندما تساعد الضغوط الأمم المتحدة ضد إيران حلفاء أمريكا وروسيا والصين اختاروا تجاهل طلب الولايات المتحدة بفرد عقوبات وفق ألية سناب باك في منتصف أكتوبر سينتيح حضر الأسلحة على إيران وحينها أي دولة ترغب في اختبار تصميم الولايات المتحدة قد تكون بيع أسلحة لطهران وعلى أمريكا أن تتدخل عبر العقوبات لتحقيق أهدافها وتتفق واشنطن مع حلفائها بشأن الخطر الذي تمثله إيران ولذلك تستنكر إحجامهم عن مساندتها في الحد منه وهي الغاية وإن اختلفت الوسيلة منذ إطلاق حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016 جعل ترامب من تفكيك الاتفاق النووي هدفاً لإدارته فانسحب منه بعد دخوله البيت الأبيض وفعل ما جمد من عقوبات وبينهما ترغيب في اتفاق جديد وترهيب من عواقب الإمعان في الرفض أنس السبار سكاينيوز عربية واشنطن